نبدأ بإيه؟ نبدأ بطاهر طاهر طاهر محمد طاهر أحياناً الناس بتزعل أو اللعبة بتزعل لما بنتكلم عليهم بالشكل ده لكن أنا بالنسبة لي السؤال ده أنا عايز طاهر يسأله لنفسه ماذا تفعل؟ طاهر محمد طاهر وانخفاض كبير جداً في مستوى مش قادر أنه يحفظ على الاستمرارية مش قادر أنه يحفظ على مستوى 4-5 مباريات وراء بعد الراجل الليعب في النحاء اليمين مشكلة وأداء سيء جداً على الصعيدين اللجومي والدفاعي دايماً وأنا واحد من الناس كنت بقول مارسل كولر بيحب طاهر محمد طاهر لإيجادته الأدوار التكتكية فيما يتعلق بالتغطية فيما يتعلق بالرجوع الترانزيشن أو التحول بعد ما الأهل يفقد الكورة ويرجع تاني لمناطق الدفاع حتى ده ما بقاش موجود طاهر كان واحد من أفضل لعيب النادي الأهل في بداية الموسم لو تتظهر وهو كان نال ثقة الراجل بشدة مارسل كولر في بداية الموسم لكن هذا التحول ماذا تفعل؟ ماذا تفعل بنفسك؟ ماذا تفعل داخل النادي الأهلي بهذا الأداء؟ وأكتر من اللاعب أنا على الفكرة بكلمش على مبارات النهاردة بكلم على مبارات كتير جداً لكن النهاردة كان كمان الجزء اللي بيعرف يعمله طاهر بشكل مميز كجناح عنده قدرات تكتكية مميزة في الأفلاينينج والربط على الخط والرجوع أنه يرجع يساند الظاهير اللي وراه مش ممكن شوف لقطتين أنه كابت سعى وحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي وقع عقوبة غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بعد وقعة الشيبي النهاردة عرفنا في رقم 10 وانفراد للرقم 10 أن العقوبة أو الغرامة على حسين الشحات قيمتها 300 ألف جنيه رقم ضخم ورقم كبير والنادي الأهلي شاف أن الرقم ده يقابل هذه الوقاعة الكبيرة أيضاً بالنسبة اللاعب في النادي الأهلي 300 ألف جنيه هي الغرامة الموقعة على حسين الشحات نرجع لشوف لقطتين بتوطير محمد طير كبير على حجم الوقع يعني أصد يليك بحجم الوقع يليك بحجم الوقع وأنا كنت منتظر جداً جداً نادي الأهلي هو أول حد يعاقب حسين الشحات فأنا حزين جداً من الوقع سعيد جداً بتصرفنا بلاهلي نروح الحالات نشوف لقطتين منضم كتير جداً في المباراة لكن أنا لقطتين دول يعبر لك عن حاجات كتير جداً وقف رجع تاني رجع تاني بس عشان نشوف في ستارت البداية ستارت البداية بتاع الطهر من أول بس بس وقف هنا وقف هنا الرجل ده دوره جناح يعمل أوف لانينج شايف الرجل الباكرايت رجل رجل فاتح على الخط وراجع بيتمشى دي بدايتها خالص دي بداية الهجمة راجع بيتمشى هجيب لك اللي بعد يكمل وامشي قبل ما الكروس يتلعب وقف قبل ما الكروس يتلعب وقف هنا وقف هنا وقف هنا ايه رأك في منظر الرباع بتخطط وسط النادي الأهلي وأولهم طهر ايه رأك في المنظر ده كارثي ما ينفعش يتقال عليه اي حاجة غير انه كارثي طبعا ما ينفعش يتقال عليه اي حاجة تانية لما يكون الراجل خلي بالك وراجل عمل الكروس بالمناسبة وقرار خاطر ان الشي بيعمل الكروس بالمنظر ده وما فيش ولا لعب من بيراميس جوية 18 انا بعمل الكروس لمين انا بعمل الكروس عشان اعمل بيه ايه فنائي خدمته ومحمل عب منان بيحاول ان اعملها بلوك بيعطرد الكرة ودخل الجون فيها توفيق لكن دي مش قضيتي رجع تاني معلش رجع تاني رجع تاني رجع تاني اشانا بتكلم على طهر وبعدين اتكلم على خط الوسط بالكامل هو قف هنا هو قف هنا هو القرار الصح يا كريم ان الراجل هيرجع يعمل باك باس لورا لان عنده تلات لعيبة تلات لعيبة على منطقة ال 18 من بيرام ده كرار الصحيح اللي الشي بيكان يرجع يحطها الورا عنده تلات لعيبة يقدر دون كرة بدون رقابة بص طهر باك بيعمل ايه مفروض انه يرجع مع الراجل عقل ياما الراجل اللي لعيب الوسط المكمل ياما ارجع مع الظاهير اللي طوير هو لا يا كريم يد بيسرح له فخلاص ادخل بقى اقفل هنا لا اهو واقف تماما بيتفرج ادي الاولان اه وهنرجع تاني اللي واقف اتخلط الوسط دي بعد شوية يلا روح لللي بعديها اللي بعديها الحالة اللي بعدها على طول خلاص مش عايزين الاعداد بتاعة الجول هي واضحة هنتكلم على تفصلي بس وقف لا لا ماشي ماشي كمل كمل شوي وقف وقف ارجح ارجح تاني على وقفة بتاعة اللعبة ارجح ارجح بصك كريم انا عندي دلوقتي اتنين لعيبة من بيرامدز اللعيب من بيرامدز اناك هو اللعيب اللي عمل الكروس طايب طاهر لهو منه وقف وقف انتظر الباس لما اتعمل او اعمق افل زواية التمرير كما هو معتاد ولا منه رجع ال 18 عشان يقفل ولا عمل اي حاجة خلي بالك الناس هتتكلم على قفش انه رايح متأخر هتتكلم انه مفروض محمد فخر يبقى طالع برة كل ده هنتكلم عليه بعد شوية لكنها يبقى كلامك هنا على طهر هاتل اللقطة اللي بعدها بتاعة طهر يلا بعدها على طول يلا دي تصويبه لا مش دي مش دي خلص مش دي مش دي لا يرجع يرجع مش دي خلص لحد ما تجهز اللقطة بتاعة الطهر طهر باستلم استلامة الكرة اللي راحت لا يرجع تاني يرجع تاني هي دي لا يرجع تاني لا مش دي مش دي كمل ده تصيوبه محمود صبر دي جبناها اه في لقطة بعديها على طول ده اللقطة دي من اولها لا مش دي خلص تمام تمام كمل لحد ما تجهز اللقطة بتاني بتاعة طهر طهر يا كريم القدر يستلم بشكل جيد والقادر يشتغل بيعدي واحد على واحد بشكل جيد. والقادل ان يقف يعمل البلد اوب مع زمانه بشكل جيد. والقادل ان يرجع للحالة الدفاعية بشكل جيد. طب انت موجود ليه? انت موجود كجنح موجود في النادي الاهلي بتعمل ايه? انت موجود عشان تعمل الادوار دي. لما ليك بتعمل دورين وعندك مشكلة في دورين بتري نتكلم لوله محتاج تطوير في واحد اتنين. لما يبطلوب منك في مباراة اربع ادوار بتعملهم. ما بتعملش منهم ولا واحد. لازم هو يقف مع نفسه. قبل ما مرسي الكلار يقف معيه. كلا كلا. مرسي الكلار هو مش اللعيب الاساسي عنده. اه هي دي. هي دي وقف هنا بقى. بص بص كريم. ادي وقف هنا وقف هنا. بص كريم. الراجل بينه ماشي فريم عشان عشان متبقاش مبكسيلا بس. مش فريم واحد. بس وقف هنا. بص كريم. الراجل بيستلم بعيد عنه خالص. مع لهوش ضغط. الراجل على بعد اربعة يارضة او خمسة يارضة مني. بص بقى الاستلامة العظيمة. كمل. 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 ادي واحد. الغلطة الاولانية. كمل. 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 بص الاوف لاينج. مش قادر يوقف. كمل. اللي بعده. اللي بعده. كان بص الاوف لاينج. اتنين. مش موجود. هو مش موجود. ضغط بتهور. مفيش اوف لاينج. مش قادر يربط على الخط. مش قادر يرجع يدافع. ودي ودي مرة. واتنين وثلاثة. احنا جبنا اتنين بس عشان قصينا عليه يعني. شايف ان طهر. طهر محمد طهر. مش بس اقدم مباراة سيئة جدا 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 النهاردة يا كريم. لكن لا هو بعيد قوي. بعيد قوي. محتاج يرجع نفسه. ومارسل كولر محتاج يرجع حساباته. طيب. ده بالنسبة لي طهر محمد طهر.